موسيقى السلام يوم شاء الله سنشارك معكم وصفة البريوش بطريقة مبسطة جدا كي يجي خفيف بزاف ونقول لكم كذلك واحد تقنية باش انكم تخمروه على السريع كما كنقولو يخمر ضغية ضغية طريقة صحية كي يجي امفش فش اوزوين بزاف كي يستحق تجربة البنات خليكم معي باش تعرفوا على الفيديو طريقة التحضير والمقادير اول حاجة بالنسبة للمقادير سنحتاج 250 جرام ديال الدقيق او ما يعادل جوج الكؤوس ونصف سنحتاج معي القا كبيرة ديال الغميرة الفورية او الخميرة ديال الخبز وثلاثة ديال معارقة ديال السكار سانيدة كي ما وقت لكم بريوش ساهل وبمكونات بسيطة شوية ديال النافع كي يبقى اختياري موهم باش نزينو البريوش ديالنا او باش نعطيه واحد النكهة وغادي نحتاجو القبيصة ديال الملح لتصحيح الدوق دائما بالنسبة البيضة البنات هنا عندي بيضة صغيرة لكن تستعملي 500 جرام ديال الدقيق فديري بيضة متوسطة الحجم ماشي جوج ديال البيضات فهمتي؟ المهم وغادي نحتاجو جوج ديال المعلقات ديال الزيت النباتية ماشي الزيت ديال الماكلة زيت نباتية وغادي نحتاجو الماء باش نعجنو تقريبا غادي نحتاج واحد الكاس واربع مرش بزاف الشوكولات كيبقى اختياري انا غي بغيت نزين بي على وديت ولديك يعجبو الشوكولات وصافي هذا ما كان إلا بغيتوا تديرو زنجلان او لا بغيتوا تديرو اللوز ايفيلي المهم هذا الشي كيبقى حسب شنو عندك انتي في الدار غادي ناخد بول وغادي ندير فيها شوية ديال الدقيق اولي على شوية سمحولية غادي ندير فيها 150 جرام ديال الدقيق ما فيها اللي اقطع الفيديو وغادي نكمل وغادي نزيد عليها الخميرة وغادي نزيد عليها سكر سانيدة ومن بعد غادي نضيف عليها نافع ديالي غير واحد شوية كمية صغيرة غير باش يعطي انك هاو صافي وزيت نباتية وغادي نضيف كدليك هذيك البيضة البيضة الصغيرة ومن بعد غادي نبدأ نجمع بالماء اللي يكون دافي ما يكونش بارد يكون دافي شوية ماشي عوتاني سخون بزاف باش ما يحرق ليش الخميرة ديالي وطيب ليه هذك البيض يكون غير دافي فغادي نكوب الكاس الليول نصف ديال الكاس الليول عفوال ماشي كاس كامل ومبدأ نحرك من بعد غادي نزيد النصف الثاني من بعد ما يتحرك لي الخارج ديالي مزيان المهم هو ان القوام خاص يكون جاري غادي نزيد النصف المتبقي عندي وتقريبا البنات فقلت لكم في الاول انا كاس واربع فكاس وجوج ديال الملاعق كان اعتذر كاس وجوج ديال الملاعق اللي غادي نديروا في هاد البريوش ديالنا يعني مهم تقريبا نرى اربع قل واحد شوي يعني جوج ديال الملاعق رفهم الخير والباركة المهم يبقى حسب الخاليط او لا حسب الدقيق اللي عندك وحسب حتى البيضاء الخاليط خاص يكون جاري بحل ما هاك فهنا انا بلي الخاليط قصح واحد شوية وزدت زوج ديال الملاعق دائما نستمر في التحريك اهنا درت غير معلقة ما درتش الفوي لحقتاش غادي تلسقلي العجينة في دوكل في دوكل السلوكة ديال الفوي وغادي تمحني من بعد قلت ندير غير معلقة ونحاول انني نخلط بها مزيان مزيان المهم هو انك تخلطي الخاليط اه يعني مخدوم مزيان هذا هو القاوم دياله كي يكون بحل ما هاكا ومن بعد ما غاديش نخلط الشوكولات فيها الداخل لكن واحد طريقة لابتو تخلطوا الشوكولات فيها من الداخل فممكن تديروه خديت هاد المولات هادو بالنسبة لهاد المولات خديتهم بـ ثلاثين درهم كانت ثمان ديالهم ستا هاد المولات مشي دوكل مولات اللي عاديين يعني كي تحيد لهم هاداك كي تحيد لهم هاداك تحتاني فكي تستعملوه بالزاب ديال الحوائج فقط غير الحوائج السائلة ما تديروهمش فيهم لانها غادي تخرج لك من التحت من غير هاد البريوش هاداك لانه ماشي سائل سائل يعني راشاد دراسه غير خفيف بالنسبة لدوكلي فون ديالبيتزا بالنسبة لفون دياليكيش فكي نخدموهم هاداك هاد المولات ومن بعد ما غادي نسالي دهين ديال زبدة ما غادي نرش لدقيق الاولو قادي نحطهم فلاطه وناخد هاداك الخليط ديالي ونحاول انني نعمر به هادوك هادوك لفون ديالي او لا هادوك المولات صغار ديالي ونحاول ما امكن واحد الملاحظة هي انني انخلي واحد الفارغ يعني ماشي نعمر العجينة حتى تولي وصله لفوق ديال المول ديالي فنحاول انني بحالة نعمر غير النص او لا نعمر غير نخلي غير واحد الاربع من الفوقي طل المهمين غادي تخمر لي هاد العجينة ديالي دروري ان ينخلي البلاثافين تخمر بالنسبة للاختيمة للبنات اللي اللي ما عندهاش مشكل يعني عند هالوقت فتقدر تخليهم حتى يخمروا على خاطرهم واللي ما عندهاش الوقت غايتشد الفران ديالها تشعله عشرة ديال دقيق من بعد غادي تتفيع ليه تتفيع ليه انا ما قلتش خلي الفران شعل باش ما تتبش لك البريوش ديالك او لا اي حاجة ويتي تخمريها طفيل فران وخشي فيه هاد المولة هادو اكيد البنات من بعد ما تضربوهم بحال ما هيك باش يتقاددو هاد الحاجة ما قلت هاش وهدي نقطة اساسية باش هاكي خرج لهوا وتقادلكم مع المول ديالكم ومن بعد غادي تخشي هاد اللاطة ديالك في الفران حتى يبانو لك خمره غير واحد الملاحظة ما تغفليش عليهم باش كي يبانو لك يعني تقادو تقدت العجينة مع المول ديالك صافي تشعلي الفران باش تديريها الطيب ما تغفليش عليها تطفيض لانها لفها تفرع ما غاديكش زوينة وغادي تجيك مفايدة ومهم غادي خيبة من بعد غادي نرشها ونديرها تخمر كما قلت لكم عاد غادي نديرها في الفرن باش نطيبها بالنسبة للفرن البنات فإلا كان عندك الفرن ديال الغاز غادي تشعلي على أقصى درجة تشعلي من الفوق ومن التحت باش تتنفخ وتتحمر ضغية ضغية لانها كتكون خامرة فما تخافوش عليها ما غاديش تعجين موالو إلا كان عندك الفرن ديال الكهرباء فغادي تشعلي كذلك من الفوق ومن التحت وغادي تديري النار على 180 درجة وراه غادي تحمروا يبانوا لك تحمروا من الفوق وغادي تجيب ديهم بالنسبة لهذا البريوشة البنات والله كي يجي غزال بزاف من بعد ما غادي تجربوه راه غادي يعجبكم كيما شتوا راه ضوب الحجم ديالهم من بعد ما خمرتهم دابا غادي نديرهم في الفرن وبالنسبة لهذا البريوش هذا بصراحة كي يجي زوين زوين بزاف عجبني أنا بكل صراحة يعني فيما 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 نبغي نصيب يعني شي حاجة اللي الاقتصاد يا هاكا وزوينه في نفس الوقت اللي نديرو بيها القوتين فانك نفكر فيه واحد الحاجة اللي بنات لي ما قلتها لكمش هي أنكم الفرن لكان عندكم ديال الغاز فاخليوه منفس واحد شوية بحل ما هاكا ويدا كان عندكم ديال الكهرباء لكانت فيه الفرفارة فاخدموا الفرفارة ما كانش فيه الفرفارة حتى هو أخليوه منفس واحد شوية باش هكا البريوش ديالكم ما يطلعش بزاف بزاف ويفاد بالأخص إلا خليتوه فات الخميرة دياله فمن بعد ما كيطيبوه كنحيل يعني بطريقة عادية جدا من المولات ديالي هادو كل البريوشات والبريوش بريستيج لي كيجي بهذا الشكل هادا كيجي محمر من الداخل وزوين وكيجي مقطن هادا هو الشكل ديالهم وكنقدمهم العائلة ديالي بصحة والراحة وكنتمنى ان شاء الله اللي كتزور القناة ديالي أول مرة ما تتساشل الاشتراك بالقناة وتفعيل جارس والبنات اللي بغي وصفات مكتوبة كي نصفها في الفيسبوك حتى هي نفس الاسم اللي على القناة مطبخ أمينة أم سليمان غادي تلقا وصفات مكتوبة وفيديوات قصر كذلك في تيك توك اللي تبغي تدخل كويزين أمينة زاو فمرحبا بكم وكذلك على الانستغرام اللي تبغي تدخل وتشترك او لا تشوف تشوف الفيديوات عفوا اللي كنحط ما فماشي كل شي كنحطه في القناة كينش بعض الفيديوات كيكونوا قصار هكا اولا شي نصائح اولا شي حاجة فكنطر انني نحطها فقط في صفحة الفيسبوك اولا على تيك توك اولا على انستغرام المهم وصلنا للآخر الفيديو هذا هو البريوش ديالنا خليتكم على خير انتلقوا ان شاء الله في فيديو قادم بإذن الله ما تنسوش لايك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة موسيقى